السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف في هذا الدرس سأريكم كيفية تغيير كلمة السر أو الرمز السري للواي فاي الخاص بكم جهاز دي لينك إذن إخواني أخواتي أول خطوة تقوم بها هو الدخول للمتصفح ثم بعد ذلك تقوم بالكتابة هذا الـ IP Address 192.168.1.1 IP Address في العادة يكون مكتوب خلف جهاز الروتر قم بالبحث عنه خلف الجهاز وستجد IP Address الخاص بالجهاز ثم بعد ذلك تقوم بالدخول إلى الموقع الأول 192.198.1.1 ثم تقوم بالضغط على الخيار الأول بعد ذلك إخواني أخواتي هنا يطلب منك أن تقوم بإدخال الـ username والـ password في العادة يكون الـ username هو admin والـ password أيضا يكون هو admin A صغيرة وجميع الحروف صغيرة ثم طبعا إذا لم يتم الدخول معك عبر الضغط من خلال الـ login هذا يعني أنه تم تغيير الـ password أو الـ username هنا في هذه الحالة لابد أن تقوم بإعادة ضبط المصنع للروتر الخاص بك والدخول عبر admin إذن إخواني أخواتي الخطوة الموالية تأتي إلى wireless هنا ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على wireless security تضغط عليها بعد ذلك ستجد هنا في الأسفل هذا هو الرمز السري الخاص بي الآن أقوم بتغييره مثلا مثلا سأقوم بتغييره ثم ماذا ستفعل تضغط على up play مباشرة إخواني أخواتي سيتم الخروج خروج جميع كما تلاحظون هنا قطع الاتصال بالجهاز الخاص بي وسيتم قطع الاتصال بجميع الجهزة وهنا يجب إدخال كلمة السر من جديد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة